الرجاء الاشتراك في القناة لضمان الاستمرارية في تسجيل الكتب والمساعدة في استمرار سعادتكم كيش مالك الجزء الثاني الثالث لأحمد شوقي إلا من رأى العالم بعين واحدة ننتظرك احترس أيها الملك فمن قبلك قد صحق المجد تلاشى من دمك سقط مبدأ كش مالك مقدمة العبقرية هي أن تتحكم في تفكير خصمك وتجعله يهزم نفسه بإرادته هل تظن أن لديك القدرة لهزيمتي؟ أنا الفائز دائماً أنا المنتصر الأزلي سأهزمك ازجد لي انتصر؟ مستحيل استيقظت مبزوعاً كالعادة لم يمر يوم منذ أن نشر لي أول عمل روائي دون أن أراهم رؤى العين جسام ابن بوران رقعة الشترنج والقطع المتناثرة حولها نظرتهم الحادة تجاه بعضهم الصراع الأزلي منذ فجر التاريخ انتصار الشيطان ونظرة الحصرة في عيون الفارسي كل شيء كما رسمته داخل روايتي لا أجد للأمر تفسيراً سوى أن أحدهم قال لي إنه نوع من التعلق الذي ما زال يربط بيني وبين الرواية صدقته وإن لم أقتنع بالأمر ولكني لا أملك سوى أن أصدقه تحركت تجاه دورة المياه لممارسة تقوص اليومية غير الخالية من بعض التفاصيل المبهمة أو غير المفهومة الماء تنسل من منبعها بنسيابية ناعمة أنظر لها أغمد عيني لتداعبني تلك الذكرى القادمة من زمن مجهول لا أتذكره ليس لديك الأحقية في أن تملك نصف كل شيء انتفذ جسدي لتطور الحالة من مجرد أحلام لرؤى أشاهدها متيقذاً انتفذ هاتفي وتعالى صوته من غرفتي تحركت ببطء لقلة الاختيارات المتاقعة الممكنة لهذا الاتصال لقد كان الأستاذ يحيى هاشم ناشري من دار الكتب بالتأكيد يريد تذكيري أنمي عاد استلامه للجزء الثاني من كش ملك بعد ثلاثة أيام وهو يجهل تماماً أني لم أبدأ في كتابتها حتى تلك اللحظة ارتعشت أسناني لذلك الصوت الصخب وانتصبت شعيرات يدي لتلك الأصوات المتداخلة التي تتعالى شدتها بصورة مزرية جعلتني أسقط أرضاً وانا أضغط بقوة على أذني وانا أصرخ بقوة أن يتوقف أرجوك توقف نظرت على الحائط أمامي والكلمات الدموية تظهر وتتشكل لكلمات فريسية أستطيع تفسيرها لاعتكاف الأعوام الماضية لدراستها رغم عدم اهتمامي بها ولكني أدرسها رغماً عني كيف لا أعلم العبارات بدأت أنت تقول ستكمل ما بدأت سكنت الضوضاء للحظات وهدأ معها صراخي وظللت مضعوراً أراقب الكلمات المجهولة ثم تصاعدت الصرخة من تلقاء نفسها عندما وضعت أمي يدها على كتفي وهي تقول إيه الدوشة اللي انت عاملها على الصبح دي ماذا أقول لها قراءتي في كتب السحر والجن قد جنت جنوني أو أصابتني بنوع ما من المس وبالتأكيد لن أفتح معها مناقشة وأنا أعلم إلى أين سيقول الحديث لن أذهب لدجالين ولا حاجة تحركت أمي إلى المطبخ دون تعقيب آخر وأتت بقطعة يقوماش مبللة وهبت في مسح الحوائط وهي تقول كان ما لك بس يا ابني وما للعفريت والكلام ده ما أنت كنت دكتور قد الدنيا إيه اللي أخده بقى غير كل شوية أمسح الشغبطة الحمرة اللي عملت كتبها دي ربنا يهديك وتسمع كلامي مقدمة طويلة تمهيدا لسب بأقضع الألفاظ لعدم الانخراط معها داخل دائرة الدجالين المفزعة والإتيان بريشة الحمام الأسود الإسبانية ونملة استوائية من جنوب الصومال أنا المخطئ منذ أول لحظة صرقت بقوة شديدة وأنا أضغط على أسناني بعنف ورعشة تتملكني من خلفية رأسي إثر صوت الحفر على خشب مكتبي الذي لا يطاق كفاية أرجوك الرد على جدار المكتبة باللغة العربية أرجوك توقف عن الكتابة أنت مين؟ وأنا ما بقيتش فاهم حاجة عاوزنا كمل ولا بطل أنا مش فاهم حاجة أنا تعبت ثم تعال صوت الاحتكاك المزعج تخبطت لها أسناني ثم وضعت يدي على رأسي قد ترقصت الأرض من تحتي لشعوري بدوار قاصم ثم رأيت أحدهم أضاع ملامح الجملة العربية السابقة بدأ في كتابة جملة فارسية جديدة ستكمل ما بدأت الآن اذهب إلى مكتبك واكتب اكتب كل شيء كل شيء تحركت تجاه مكتبي كالمنوام مغناطسياً غائباً عن الوعي وأمسكت بقلمي وشرعت في كتابة العنوان كالشمالك الجزء الثاني الثالوث اليوم الأول عودة من بلادي فارس الصحراء الغربية عام 1999 ميلادية ارتجف جفنا عيني جاسي وبرزت حركة حدقتها السريعة أسفلهما قبل أن تفتح إحداهما وتظهر التموجات الدموية بين تفرعات رموشها الشقراء تحركت حدقتها الزرقاء ناحية اليسار قليلاً باحثة عن أحدهم كمثل ألسنة من الجحيم قد أصابت دماغها في هذه اللحظة وظلت تزداد كلما تحركت حدقتها أكثر فكفت عن المحاولة وأغلقت عينيها لثوان قبل أن تشعر بضغط شديد على عيونها يكاد يمزقها شدة الضغط لم تتح المجال طويلاً للتفكير وهي تعلم أن الدكتور جمال طالب كلية الطب غير المؤهل لمهمته على الإطلاق سيخرق عينيها إذا لم تستجب وتطع رغبته المؤلمة بفتحها أرخت عضلة جفنها وجعلته كريشة بيده وهب برفعه بيد مرتعشة يتعال معها ضربات الصداع في عقلها الذي بلغ أشده عندما بث ذلك الضوء الأبيض القوي في عيونها لتدمع عيناها وتعتصر شفتها السفلة بأسنانها لتكتم آلمها القوية جيسي هل أنت بخير؟ كم أنت أحمق؟ لم تجب عليه ولم يكرر هو سؤاله وأخرج قطعة قماش من الوعاء الذي بجانبه الممتلئ بالماء المثلج ثم اعتصرها جيداً ووضعها على جبهتها ليخمض نار ألمها الشديد سألته عما حدث والموت يداعب حلقها مستخدمة الإنجليزية البريطانية العطيقة ماذا؟ أجاب جمال والابتسامة تكاد تمزق خديه وقلبه ينطفد بداخله لا تقلقي أنت بخير الآن وضع جيسي يدها على جبهتها لتخميد تآكل دماغها من الداخل هل بإمكانك مساعدتي للتعديل من عضيتي؟ أريد الجلوس قليلاً ترك جمال قطع القماشة بسرعة في الماء ثم تقدم مسرعاً إليها وتوتر يعبئه وهو لا يعلم من أين يتوجب عليه الإمسك بها ب... ب... بكل ت... تأكيد مد جمال كلا يديه تجاه ذراعي جيسي وانطفد جسده بمجرد أن لمسها وابتعد بسرعة وقد احمر أخداه وارتعش جسده بدون تفكير جاذبت جيسي يده واعتصرتها بيدها وهي تتاكئ عليها لتحاول الجلوس وهو ينظر بنهم تجاه خصلات شعرها الناعمة المتطايرة ثم يحيل نظره لشفتيها وهي تغتصرها لتقذم الألم بداخلها فتتعالى شهوته ناحيتها ويخيل له عقله أوضاعاً يخمدها كالثلج المنسكب على نار جسده المشتعل ذلك الصوت الأشم ضمني على الحلوة دكتور جمال يكد يمسك وعاء الماء ويعزم قوته منهالاً به على رأس ذلك اللعين الحلوة طيب بدأت تتحسن إذا لا يا أستاذ رمزي فحرك رمزي تجاه طاولة المتواجدة بالخيمة أمسك بكوب زجاجي متسخ وأخذ يصب الشيابه ثم شرع في أخذ رشفة وتوجه بنظره إلى جيسي وقال بالإنجليزية الرضيئة How are you جيسي؟ Not well. Thanks Mr. Ramsey رشف رمزي رشفة أخرى من كوبه ثم داعب شاربه الغليظ بيده واعتدل من وضعية قبعته البورنيتا وقال يا دكتور الخواجاة هتقدر تكمل شغلها إمتى سيطرت جمال على نفسه وأكذ ما غيظه ثم منحت جيسي بعضاً من حبوب الأدوية لتتناولها وهو يقول انسها خالص يا أستاذ رمزي جيسي مستحيل تقدر تشتغل دلوقتي دي لو شمت الشمس هتروح فيها سكب رمزي كوب الشي بأكمله في جوفه ثم تصعد صوت غازاته المقزز من فمه وبرزت أسنانه المقززة السوداء وقال لا 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 الكلام دا ما ينفعش خالص يا دكتور جمال هتزعلني منك كده مال الله ما تشوف شغلك شوية البت دي له ففلوس قد كده علشان تشتغل بيها مش ترقود لي هنا جانبك أطلقت جيسي صرخة توجع أخرى وهي تقول بالإنجليزية رأسي يا جمال ابتسم جمال رمزي وهو يسمع كلماتها لحسم أمر نزولها للموقع وأشر بيده ناحية جيسي وقال اتفضل خليها تنزل الشغل موتها ثم صمت الاثنان للحظات إلى أن أردف جمال انت مش واخد بالك من حالتها؟ أخذ رمزي يتلاعب بحزامه الصدري الأحمر القاتم اللون مش القصد يا دكتور بس الجمعة الخواجات دول بيبقى لهم نظرة كده في الشغل مختلفة عننا برضو وضع جمال يده على مؤكرة رأس جيسي وهي يهبط بها لوضعية النوم برفق وقال بعصبية وبرضو الجمعة الخواجات مش بيقدروا على الشمس بتاعتنا دي ولا يقدروا يستحملوا الشغل اللي احنا شغالينه ده أشعل رمزي سجارته وسحب نفسه الأول تبعه زفير طويل ملوث بدخانه الشغل اللي انتو شغالينه؟ ده حتى انت طول النهار في الخيمة يا دكتور أمال الناس اللي طالعين أبوها في الشمس دي تعمل ايه؟ انت بس اللي مش قد الشغل ده أخرك كم حصة اللي بتاخدهم كل يوم في كليتك وتنام عليهم أسبوع مازل شيطان عقل جمال يداعبه ببعض أفكاره الإبليسية بصحق جسد ذلك الكائن الدهني المتعرق الملقب برمزي طف السجارة دي ماه فلوسك اللي مخليهم شبه العبيد بره ألقى رمزي بسجارته ثم دهسها بقدمه في غيظ ويلعن في داخله اليوم الذي قرر تشغيل مثل هذا الطالب لديها ولكن ضيق الوقت لم يتح له الفرصة باقتناء غيره وكونه طالبا سيوفر كثيرا في راتبه بالضبط كده كله عشان الفلوس يا دكتور علم الأسر اللي بره ماجوش هنا عشان الفدول اللي طالعين فيها دول هنا لا عشان الفلوس وجس ديه كمان جات عشان الفلوس والعمال وحتى انت يبقى انا ما ضربتش حد على ايده جمال وقد احتدت نبرة حديثه بس انا مش فاهم هتستفيد ايه لما تصرف كل الفلوس دي على مقبرة مش ضامن حتى انك هتلاقيها اسئلتك كتير قوي يا دكتور وده انا مش بحبه فيك ما تنساش لو كلمة قلتها لك يوم ما شغلتك عنتي ما بحبش اللي بيسأل كتير بس بس قطع جمال الكلام وحبسه بداخله عندما جاء احد العمال مهرولا صارخا في حماس شديد استاذ رمزي لقينا حاجة حاجة غريبة اوي اتسعت شفتا رمزي لترتسم الابتسامة وقال بلهفة لقيت ويه تنهد العامل قليلا وفتح فمه على مصرعيه ليسحب اكبر قدر من الاكسجين وقال وهو يضع يده على صدره هي بص حضرتك مش عارف اوصف لك تعال حضرتك معايا انتلقى رمزي مع العامل مسرعين والدكتور جمال يتتبعهم على مدخل الخيمة يأكله فضوله ليتعرف على ما وجدوه فلما يتحمل بقاءه اكثر من ذلك في الخيمة وقرر الذهاب ولكن بعد ان يلقي نظرة اخيرة على جيسي المريضة التفت لجيسي وشهق بصوت مرتفع لا يصدق ما يراه تعبيرات وجهه تصور للجميع كأنه رأى الشيطان ذاته ولكن إذا على بعد مسافة ليست بكبيرة من الخيمة يوجد الموقع الاثري المحتمل رجال متعرقة تأكل الشمس اجسادهم النحيلة تعمل في الحفر بكل ما تبقى بداخلهم من قوى فتاة ترتدي كاب ويتدلى شعرها كذيل الحصان خلفها وهي تشير لشيء ما لذلك الشاب الآخر الواقف بجانبها حفرة هائلة يلتف أغلب العمال الباقية في دهشة تعبأ وجوههم المرهقة المريضة النحيفة صيارة رباعية الدفع تبطئ حركتها تدريجيا حتى تتوقف بالقرب من الخيمة الراقدة بها جاسي من بعيد يجري العامل بسرعة ليعود للموقع حتى لا يفوت شيئا خلفه يحاول رمز الهرولة التي تعتبر بالنسبة لجسده قد تسلق قمة إفريست دون أي معدات اقترب رمزي من مايكل عالم أثار مصرية وهمس بأذنه بصوت ممتزج بنفسه كريه الرائحة مش ألتلك كان مايكل الأول على دفعته في كلية الأثار قبل أن تقوم الجامعة بمنع تعيين الأربعة الأوائل مدعية بوجود ملفات أمنية تمنع تعيينهم بالعمل الجامعي والاكتفاء بتعيين الخامس على الدفعة فقط ابن وكيل الجامعة في ذلك العام وعندما أتى له رمزي براتب شديد ضخام اعتبر ذلك نوعا من التعويد الإلهي عن الظلم الذي تعرض له نظر مايكل رمزي للحظات قبل أن تظهر ابتسامة الخبث على وجهه ونظر لهند قليلا وتحدث بتجاهل شديد لرمزي بس ده مش مبرر إن كل اللي بتجري وراحة أي في محاولة يائسة من رمزي لإقناع مايكل بوجود ما يبحث عنه قال مش فاهم إزاي مش قادر تقتنع كان ليك حق قبل المقبرة بس دلوقتي ايه برضو بتنكر ولو عندك شك ليه وفئة النكتيج يحملق مايكل بوجه رمزي ويتأمل كلماته وكذا أن يقول شيئا ولكنه توقف في الحال ونظر للعمال وصرخ بهم بكلمات حاسمة يلا رجال أشد حلكم لازم نعرف حدود الأرض دي النهاردة توقف مايكل بجانب رمزي يراقب كل منهم العمل والعمال وهم يحفرون ورمزي نشوة الغرور تتملك من جسده تعلوها عيون ثاقبة مترقبة وابتسامة لهفة لما بالداخل ومايكل يسترق نظرات شفقة لخيبة الأمل التي ستحل برمزي قريباً عندما لا يجد سوى ممياء محنطة كعادة المقابل القديمة نظرت هند تراقب الاثنين من بعيد في محاولة بائسة لقراءة شفاههم دائماً ما كانت تشعر أن هناك سرًا يكمن في هذه البقعة وليس مجرد حدس كما يدعي رمزي دائماً عندما فشلت في معرفة ما يحدث من بعيد قرارت عدم الصمت وبالأخص عندما وجدوا هذه المقبرة المعدنية المريبة فقرارت اتخاذ القطوات المباشرة لتحصل على كل شيء على طريقتها الخاصة أنا عاوز أكلم معك كان الحديث موجهاً لمايكل ورمزي يكتم ضحكة بداخله طيب مش نستنى شوية عشان نشوف قطعته بلهجة أشد حدة دلوقتي طيب طيب عن إذنك مستر رمزي هز رأسه رمزي لأسفل مع نظرة وابتسامة صفراء لهند وبداخله أولي فكر يشغلك بالتنكدية ثم صرخ في الجميع يا الله يا رجالة ما تشوفوا شغلكم شوية قبل المغرب لازم نكون جوه المقبرة يا الله التفت لجيسي وأشهق بصوت مرتفع لا يصدق ما يراه تعبرت وجهه تصور للجميع كأنه رأى الشيطان ذاته ولكن إذا كانت جيسي جالسة تغيرت معالم وجهها من المرض والإعياء إلى معالم مرعبة مخيفة استحالت حدقة عينيها إلى اللون الأبيض شعرها الذي أصبح شديد البلل بشرتها الباهت المجعدة يتعالى من داخلها صوت ذكوري يضحك بقوة رغم عدم تحرك شفتيها جيسي هل أنت بخير؟ توقف الضحك وازدادت تجاعد وجهها وملامح الصخط مسيطرة على ملامحها ينفتح فمها على مصرعيها وتشهق بقوة ليخرج من حلقها العشرات من ديدان الصفراء المقززة وتخرج كلمات فارسية من جوفها تجهلها جمال في ذات اللحظة ولكنه شعر بخوف شديد بداخله وقلبه يرتجف مع كل كلمة تقولها جيسي اجعلهم يتوقفوا ستفتح القبور ستحرق القلوب ستهدم البيوت ستظهق الأرواح الوحيد الشاهد الوحيد اجعلهم يتوقفوا قبل فوات الآوان لا يعلم جمال كيف لم يجري في مثل هذه اللحظة وتحرك ناحيتها بصورة لا إرادية يضغط على جبهتها بعنف حتى تنام سرخت جيسي في جمال وقالت بنفس اللغة الفارسية القديمة لا يجب أن يحوده قسام وبران شياطين من العصور الصحيقة تجهل جمال الكلمات التحذيرية للمرة الثانية وحاول إرجعها بقوة أكثر لوضعية النوم ذعر عندما شهقت وتصارعت دقة قلبها وعادت حدقة عينيها بالظهور مجددا وأمسكت بكلت يديه وقالت بصوت مضعور خائف مستخدمة الإنجليزية هذه المرة جمال أنقذني جمال يعلم أن هناك أمرا مخيفا يحدث ولكنه ما زال رجل العلم الذي لا يجب أن يصدق هذه التخاريف جيسي مريضة بضربة الشمس وليس هناك مبرر يمنع حدوث بعض الهلاوس ولكن الديدان لا يهم قد أكون أنا من يهلوس وتخيل خروج ديدان من جوفها أنت لا تصدق نفسك أنت خائف ترد الجمال أفكاره وهمس بصوت خائف جيسي نعم 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 لقد رأيتهم رأيت من؟ سيقتلني وسيقتلك وسيقتل الجميع من هذا؟ يجب أن نهرب الآن إهدأي الآن؟ بران سيعود تجحذت مقلتها بشراها وهي تنظر خلف كتفي جمال كأنها ترى شيئا خفيا وقفت معها شعيرات جسد جمال ولا يستقوى على الالتفات للخلف ثم ارتفع صدرها وصدرت أصوات لتهتكات في عظامها كأحدهم ينهال عليها بمطرقة تزن الخمسين طن ينطفد وذلك سائل الأبيض اللازج ينهال من جانب فمها الذابل قبل أن تشهق الشقة الأخيرة لتغادر روحها جسدها وتتصلب معها أطرافها ويميل رأسها وتصبح جثة هامدة عوزك دلوقتي طيب طيب عن إذنك أستاذ رامزي تحرك مايكل وهند مسافة طويلة مبتعدين عن الموقع وأخذ رامزي نفسا من سجارته ثم حرك لسانه بتعجب قليلا وأدخل إصبعين في فمه وتسعت عيناه كثيرا عندما أمسك بذلك الشيء اللازج المريب وأخرجه ليجد دودة شديدة السواد ألقى بها مسرعاً ونظر لسجارته بشمئزاز وألقاها هي أيضاً ولا بداخل عقله تفسير سوى أن الدودة كانت بداخل السجارة في ذلك الحين قد وصل مايكل وهند إلى إحدى الخيام وبدون تمهل إن فعلت هند وهي ترى مايكل يقذف أحد التمثيل الصغيرة بين يديها في محاولة منه حتى يتلاشى النظر لعينيها الجادة المخيفة أنا عاوز أفهم أحكم قبضة على التمثال جيداً ونظر له بتركيز شديد جداً وإذا بقى كان إله إيه عند الفراعنة؟ نزعته من يده بعنف وألقت به على المرتبة في نهاية الخيمة واحتد صوتها يعني أنت خلاص ناود قبل الضغط؟ أنا لازم أفهم دلوقتي لماذا لا تصيبك لعنة الفراعنة لنتخلص من فرثرتك غير المنتهية؟ ما ترد؟ انتفض من على كرسيه لعلوي صوتها الذي تحسبه لا نهاية له أنا مش عارف رد أقولك إيه؟ لهجة صارمة ونظرة حدة واعتلت إحدى قدميها على الأخرى وبكل ثقة أفهم كل حاجة بينك وبن رمزي استدعى صوت أنثوي وقال وهو يتمايل بالكرسي حتى سقط على المرتبة وأخذ التنفال مجددا ميجاوز عارفي بغيظ ما تتلم ضاحكا أم لا أقولك إيه بس؟ تقولي في إيه؟ اعتدل من نومه وجلس وأردف مبتسما اهدي بس فهميني مالك وقفت من على كرسيها وتصلبت أمامه رمزي نوي اسرق الذهب اللي في المقبرة كما أتمنى ذلك ولكن الأحمق لا يريده سواء إيه بيبال لغي عنه؟ يوه ما تقول بقى إيه الحكاية؟ مفيش حكاية الراجل بصرته قوية حس إن هنا مقبرة والحمد لله لقينها وهل منطقي إن الراجل يصرف من جيبه الخاصة على تقم عمل كامل عشان إحساس؟ هو مجنون بقى نعمل لأمه إيه؟ وبعدين أنا ماليش فيه الراجل بيدينا فلوس بالهابل هشغل دماغي ليه أنا؟ بس فيه حاجة مش مظبوطة أنت عمرك شفت في الدنيا مقبرة فرعونية بالشكل ده؟ مقبرة من مادة معدنية؟ بصي معرفش لو فضولك تعبك قوي كده روحي الرمزي واسأليه وكبري مني أنا لا أعرف حاجة ولا يهم مني أعرف ويا ستي جايز بتاعة ساحر ولا كاهن فرعوني وكلها كم ساعة وهنبقى على كل الفضائيات للسبق ده ثم أردف مازحا ونصيح مني تكلي على الله عشان قلبي مقبود من المقبرة دي ممكن تكون ملعونة شدو حيلك يا رجال قبل الليل لازم نفتح المقبرة دي وضع رمزي بدون وعي داخل فمه المقزز سجارة أخرى ثم هبا في إشعالها وهو يرمق قدوم دكتور جمال من بعيد في تجاهل ولكنه الصعيقى عندما رأى الدخان يخرج من أنفه وتذكر معها عدم إتقان العمل قد وصل للسجائل الأجنبية كما يعتقد فأخرجها بسرعة من فمه وألقى بها في الأرض أستاذ رمزي التفت ناحية في عدم اهتمام وقال بغرور دكتور جمال تعال شوف لأينا إيه ألقى جمال نظرة سريعة على المقبرة وشكلها المريب إحنا لازم نوقف الحفر هنا حالا ضحك رمزي بسخرية تشعر أنهم وجدوا ما لا يحق لهم أن يجدوا المصريون القدماء بالتأكيد لن يقوموا ببناء مقبرة بهذا الشكل لممياء عادية فحتى الملوك لم يمتلكوا مثل هذه المقبرة أرجوك اوعد خليهم يفتحوها هتحصل مصيبة تحرك رمزي تجاه المقبرة خطوتين وقال بتجاهل ما لك يا دكتور هي ضربة الشمس انتقلت من الخواجايا ليك ولا إيه أمسك جمال يد رمزي بعنف جيسي ماتت العاهرة لم تجد كهذا الوقت لتموت لن أسمح لها بوقف مجهود خمس سنوات كاملة بتقول إيه؟ بقول لحضرتك جيسي ماتت باندهاش ماتت ماتت كده؟ بلهفة بس ده مش كل حاجة رمزي أصبح لا يستقوى على تقبل أي كارثة أخرى سأل جمال بحذر شديد وهو يعد نفسه لخبر أفزع من موت جيسي وهو في مصيبة أكتر من كده جمال متردداً وجسده أصبح بارداً كالثلج رغم تعرقه الشديد والشمس الحارقة كيف أشرح له الأمر؟ جيسي كانت كانت بتحاول تحذرنا بتحاول تمنعنا من فتح المقبرة صحيح أنا مش فهم كلامها واللغة الغريبة اللي كانت بتتكلم بيها بس حسيت ومين بوراندة؟ تستشعر في مثل هذه اللحظة أن رمزي لا يريد أي فكرة غريبة تشتته عن فتح المقبرة لا يريد شاباً متأثراً بالعديد من أفكار أنيس منصور عن لعنة الفراعنة ويخيف طاقم العمل بأكمله لا يريد حتى أن يدعى لنفسه المجال حتى يفكر في الأمر فالشك هو بداية الكفر وأفضل حالي الآن هو نبذو أي فكرة غير مرغوب فيها جيسي ماتت بفعل الحمى فقط بلا حذرتك بلا أعرف إيه المصايب دي لو بلغنا والحكومة شامت خبر أننا لقينا المقبرة هتكمل هي فتحها وتنسب بقى اكتشف المقبرة ليهم وتنسبونا أحنا جمال يعلم أن رمزي إنسان حقير ولكنه ليس بهذه الصورة التي تجعله يترك الفتاة في الصحراء بهذا الشكل خوفاً من سيطرة الحكومة على الموقع الأثري الجديد حضرتك خيف أحسن السبق يروح لهم؟ ده كل اللي همك بقولك البيت ماتت أصبح الجميع يشك في الأمر الآن ولن أتمكن من إخفائه أكثر من ذلك نتخليك في أم شغلك وملكش دعب حاجة تانية بص إحنا لازم نوقف الحفر حالاً من بعيد بدأ تمايلي هند وهي تتحرك في إرهاق بعض الشيء بجانبها مايكل يجري عليه أحد العمال ويشير لشيء ويتبادلان الحديث إهدى ما تقولش حاجة قدام بنت المجنونة اللي جاية دي ها؟ لحظات واتت حديث مايكل مع العامل واستكمل مسيرتهم ناحية رمزي وجمال إزايك يا دكتور؟ وإزاي جيسي دلوقتي؟ ارتبك جمال كثيراً وهو لا يعلم بماذا يجيب جيسي جيسي ما؟ لاحظ رمزي ملامح الذعر على وجه جمال فاندفع مقاطعاً إياه وأجاب هند جيسي زي الفل زي الفل الحقيقة تراوغ خلايا جمال بشراسة قوية يحاول كتمها فلا يستطيع يصيح بأعلى صوت له جعلت جميع طاقم العمل يلتفت له لا مش زي الفل جيسي ماتت هند ماتت؟ ماتت إزاي؟ رمزي إيه بس يا جماعة ماتت الله يرحمها ماتت زي الناس ما بتموت هنعمل إيه بس هند بس أنت لسه أقيل إنها زي الفل رمزي ها؟ أم هي زي الفل زمانة مرتاحة من تعبها دلوقتي جمال يا جماعة فهموا إحنا لازم نوقف الحفر حالاً مايكل وهنوقف الحفر ليه؟ جمال جيسي حذرتني وفضلت تقول كلام مش مفهوم كده وقالت ليه؟ بصوحنا لازم نوقفه خلاص رمزي أنت مجنون أنا أصرف أولفات مقلفة عشان المشروع ده ودلوقتي أوقفه هند خلاص يا جماعة إهدو أنا من رأيي نبلغ بس عشان ياخدوا جثتها ماينفعش كده الجو هنا حر قوي وكده مش هينفع خالص مع الجثة رمزي برضو ماينفعش هند ليه؟ رمزي أهو كده وخلاص بعد ما هنفتح المقبرة إحنا الأول هند لا 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 أنا عاوزة أفهم إيه حكاية المقبرة دي بالزبط رمزي جمال ارجع للخيمة وخليك جنب جس جيسي لحد ما هنشوفها نعمل إيه وما تتصرفش من دماغك وانت يا هند تعالي معايا وأنا هفهمك اللي عاوزة تعرفيه وانت يا مايكل خليك مع العمال ووعى توقف الشغل مهما حصل لازم قبل الشمس ما تروح نكون جوه المقبرة دي بص يا هند أنا أحكي لك بس لازم تبقى فاهمة سواء صدأتي أو لا هيا دي الحقيقة فضل هند غير المنتهي جعلها تتقبل أي شيء سيقال حتى إن لم يكن غير مقنع لأنها لن تجد من رمزي سوها الحكاية بدأت من خمس سنين تعرفي إحساسك لما تفضلي خمس سنين من غير ما تصحي مفزوعة على كبوس خمس سنين بتقتل وتحرأ وبتقطع حتت كل ده ليه مش عارف ضغت على كل الدكاترة النفسية وده عارف بلدنا خدي بالك بس رحت وده إعلق بدلت ألابتي تعراف الحقيقة لازم تديني الفرصة تتكلم لحد النهاية طيب اتفضل كمل نظرات مراتي ليا إني مجنون وحتى ابني بقى دايما بيخاف مني فسبت البلد وجيت عقاهرة وفضلت عايش بتمنى الموت كل يوم عشان أخلص من الرعب اللي أنا فيه ده تتمنى الموت عشان حلم عمرك ما هتتخيلي بشعة اللي كنت فيه كمل طيب ما سبتش حد إلا ورحت له دكاترة شيوخ أساوس حتى دجالين ما حدش قدر يساعدني عادة واحي كان شيخ عمره فوق التسعين سنة صح انسيت أقولك تعراف النبوية مات بنفس المرض كوابيس لحد ما في يوم صاحوا لقوا مقتول مقتول؟ أو بمعنى أوضح مدبوح ما ممكن وكمان جدي وابو جدي ماتوا بنفس الطريقة كلهم مدبوحين آه وأياميها كنت عندي عشرين سنة وبعدين ممكن اللي هقوله دلوقتي يكون جنون بس ابني بيكبر وفضله أقل من شهري ويكمل عشرين سنة نفس عمري أما بويا تقتل نفس عمري بويا لما جدي تقتل هتقوليلي إزاي تفكر بالشكل ده هقولك مش عارف بس متأكد إني هموت وبعدين قالك إيه الرجل العجوز ده كان عنده تفسير عن سبب موت كل واحد في الناس لبتاعنا لما ابنه بيوصل لعشرين سنة وقال إننا لنا علاقة بلعنة قديمة قوي ما تذكرتش في كتب السحر إلا في كتاب واحد من أصل فارسي وحكالي إن اللعنة دي مش بتفك إلا من خلال كتاب المفروض إننا هنلاقيه في المقبرة دي ممكن يكون نص حتى لو نصاب أنا زي الغرقان بتعلق بأي حاجة بس برضو في النهاية أحلام ما تقدريش تحكمي وانت بر وهخسر إيه لو سمعت كلامه وهو قالك تعمل إيه حدد لي تمن أماكن في حتة مختلفة كان خمسة منه في مصر واتنين السودان وواحد في ليبيا وقال إن الكتاب هناك وبدأت تدور أربع سنين كاملة بدور في الأماكن دي ملقتهش لحد دلوقتي لسا بس هلاقي جوه المقبرة دي ليه متأكد؟ لإن روحت التمن أماكنه ملقتش الكتاب بس في كل مكان في التمانية كنت بلاقي جزء من رسالة بالهيرو غليفية وجزء من خريطة بتوصف المكان ده والبركة مايكل اللي قدر يفك تلاصم الرسالة ويحدد لي المكان ده صحيح في الأول ما كانش يلاقي ياكل وجبته هو معفن وركبته العربية وبقى عنده أحسن شقة دلوقتي بس بعدها بقى طموع وبيطلب فلوس بهابل عشان يكمل الرحلة معايا إلا يسيبني ولو ملقتهوش ولو لقيته هتعرف تفك السحر إزاي مايكل أكيد هيعرف يترجمه صحيح هيستغل الموقف وهيطلب اللي مطلبوش قبل كده بس ما قدميش حل تاني طب هند بزمتك ما حاسة أن المكان هنا مختلف عن مقبرة فرعونية قديمة أنت شاركت في العمل بيها تحس أني جاو مخيف تحس براهبة لسبب مش عارف تعرفي لي واسك أخرج رمزي ورقتين من جيبه منحهما إلى هند وقال ديتر جامد جزء من البردي ائريها وهتفهمي كل حاج أنا هامشي عشان أشوف وصلوا لإيه أمسكت هند الورقة وشرعت في فتحها لقراءتها عندما كان يجلس القرفساء يتأمل الخريف في عيون أشجاره الصلعاء هبط عليه الماكر بعيونه المذؤوبة قطع رأسه بسيفه الممتزج بدماء الحارس جسام دورة شمس مضت وبدأت الأشلاء تتناثر في الأنحاء وانتشر الهلع والذعر بين أنحاء البلاد وكنا لا نعلم كينونة الساحر الملعون إلى أن جاءنا من بلاد فارس العظيمة حامل الأسرار يبوحون بها عن ساحرهم موراش بن بوران الذي باع روحه وقلبه إلى شيطان ويكون الدمج الملعون بعالمنا وأرادوا أن يولوا علينا حكاما أشداء ويمنح الحرية لعالم الجان بالظهور والانتشار في الأرض ونصبح لهم خداما مطيعين طلبنا المساعدة من جميع الأمم والجميع خشعا وقبل الذل والهوان وقالوا إذا لم يكن أمامنا سوى الموت أو الخدام لنظن أننا سنقبل أن نرسل إلى الأبدية أشلاء أعقدنا الاتصال الأسود بيننا وبين عالم الجان لوضع الحد لهذه المؤامرة الخسيسة من حارسهم جسام ولكنهم خشعوا ورفضوا وقالوا إن قوة الدمج أقوى من أي بشري أو جان دمج ابن بوران وجسام أرهب الجميع من تحديهم فلأول مرة في الزمان بشري وجان في جسد واحد العدو غير المعلومة قوته هو الأقوى دائما كان لابد من بناة الأهرامات من التدخل ووضع نهاية لهذه الكارثة واستخلصنا خير الشباب الذين قبلوا التضحية ثمناً للكرامة وتخليص العالم من الاندماج الملعون وكانوا كالعقارب تلدغ أعداءنا بشراسة لم توصف من قبل وهجموا على الساحر في قصره تتقدمهم لاميس خادمة معبد أمون التي ورثت عن أبيها أعظم فنون السحر الأسود ومن أمها أعرق أسليب الفتنة فقلقت كمازيج كلعنة يحتفظ بها لمواجهة أعطى الأعداء كالساحر الفارسي وتم استقافه إلى منتصف البور ليدفن داخل قبره المصحور بسيفه الممتزج بدماء الأبرياء ومعه ملعون العالم السفلي جسام محصنين بأشد أنواع السحر وبذلك نكون تخلصنا من أكبر فتنة أصابت أردنا ولم يبقى لنا سوى الاحتفال جمال يجلس بجوار جيسي ينظر لها إلى أن غلبه النوم وكما ليوجد أفضل من هذه لحظة يسيطر عليه عقله الباطن ويمنحه جرعة لا بأس بها من كابوس مفزع جمال يقف أمام كائن مرعب الهيئة قبيح الشكل طويل الشعر أسود اللون أسنانهم ملطخة بالدماء بعينين حمراوتين يحمل في يده سيفه يقترب تدريجيا من أحدهم مقيد الأيدي ثم يهوى على رقبته لينتزعها من مكانها ليتلتق الجميع بدمائه القاتمة ثم يلتفت إلى الآخرين الذين كانوا من البشر وهم يسجدون له في خشوع ورعب يتملكهم والعرق يتصبب من جسدهم تاركا بقعة ماء كبيرة أسفل كل منهم وفتح فتا بشري آخر يحمل شخصا مغشيا عليه الباب وقال بصوت واثق ولهجة لا تعرف الضعف وهو يلقي به على الأرض المترابطه رفع أحد الساجدين وقال يختلص النظر ثم صرخ بحدة كأنه يعرف الفتى أو المغشي لا نعلم نظر له الشيطان وقال ما ترفعش راسك أبدا يا تشوش الصوت كثيرا جعله لا يستطيع سماع الاسم جيدا ولكنه كان غير مهتم كثيرا بهذا الأمر الآن ثم تقدم الشيطان وقال بعض الكلمات من العربية والعبرية والمصرية القديمة والفارسية ولغات أخرى كثيرة لم يتمكن الدكتور جمال من القدرة على تفسير هذا الكلام إلى أن فتحت خلف الشيطان بقعة سوداء اللون في الحائط الخلفية وخرجت منها ثمان عشرة يدا تلوح في الهوهاء كأنهم غرق يتمنون النجاة الأمر يزداد غموضا عما كان وجمال متحمس أن يفهم أكثر ماذا يحدث ولكنها صدمتها نظرة الشيطان في عينيها جعلته يخاف ويهذي بأنه لن يقول أي شيء عما شاهده هنا ولكن رفع الشيطان سيفه وكاد أن يهوى عليه به إلا أن دقة قلب جمال التي تتصارع جعلته يستيقظ من هذا الحلم وهو يردد المعوذتين بصورة متكررة نهض من مكانه وألقى نظرة أخيرة إلى جاسي ثم غط وجهها بالغطاء الأبيض وشرع في شرب كوب من الماء ولكنه أسقط الكوب على الأرض عندما سمع صرخات قادمة من الخارج دي ترجمت جزء من البردية اريها وهتفامي كل حاجة أنا هامشي عشان أشوف وصل الإيه نهض رامزي يتحرك إلى أن وصل إلى المقبرة مجددا وهو يجد العمال يزيحون الترابة مجددا على معدن المقبرة المهيب ولكن أحد العمال قال بسرعة بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ مايكل تعال بسرعة جرى مايكل باتجاه المكان والعامل وهو يشير على أرضية المعدن الذي كان يحتوي على نقوش قديمة تثير الاستفهام ولكنها الآن صارت تثير الرعب عندما أصبح يخرج من أحد النقوش ضوء يتغير لونه كل بضع ثوان قال رمزي بن بهار دوال الأفلام دي زي ما تكون سفينة فضاء في فيلم أجنابي قال له مايكل بصوت منخفض أنا بدأت أخاف من الموضوع ده إلا بيحصل ده مش طبيعي الفلوس اللي بتاخدها تخليك تكمل مهما كانت النتيج تحرك مايكل قرب العامل وبدأ يلمس النقوش المنيرة بدأ البعض في التغير لأشكال مختلفة أخرى وكأنها تكون جملا وكلمات قديمة علم بسرعة مايكل أنها تحذيرات شديدة الخطورة من فتح هذه المقبرة ولكن راتبه الضخم جعله أعمى لا يرى سوى الوصول للداخل مهما كلفه الأمر لذلك بدأ يزيل الأتربة على الرموز لتتضح أكثر إلى أن ارتعشت الأرض المعدنية أسفله وبدأت في الانقسام والابتعاد عن بعضها مكونة فتحة لا بأس بها تكفي لعبور شخص تلو الآخر منها بسرعة قدم أحد العمال وبدأ ربته بالحبال وإنزاله من الفتحة لم يفض ثوان حتى أعلن لهم أنه وصل إلى أرضية المقبرة من الداخل وقال حسابه المبدئي للارتفاع أنه لا يتعدى الأربعة أمطار تبعه مايكل واثنان آخران إلى الداخل عدى رامزي الذي ثقل وزنه منعه من النزول كانت الغرفة معدنية من الداخل سوداء اللون عكس لونها الخارجي الرمادي كانت مضيئة بمصدر إضاءة غير معلوم كانت ممتلئة بالنقوش من لغات مختلفة يأخذ مايكل وقته في الترجمة ولكن فيما بعد تابوت ذهبي محكم الغلق شديد القوة منقوش عليها وجه نصفه لبشري والآخر كائن بشع المنظر بجانب التابوت لوحة شترانج ملقات على الأرض ومتناثر باقي القطع بجانبها سيفان معلقان على الحائط بينهما معلق كتاب معدني الغلاف اقترب مايكل من الكتاب وأزل التراب بيده من عليه ورمقه وهو يبتسم ويقول في نفسه دباء لا هتموت عليه ثم التفت خلفه إلى العمال وقال جيسي يلا بينا نفتح التابوت بدأ العمال بكل قوة وإسرار وحماس على فتح هذا التابوت وقد وعدهم رمز إذا وجدوا الممياء بمبالغ شديدة الضخامة للجميع وكل منهم يفكر ماذا سيفعل عندما يأخذ المال الكل متيقن أنه على بعد ساعات قليلة من إنهاء هذا العمل والعودة إلى ديارهم ساعة من العمل الشاق أدت لفتح التابوت وهناك وجدوه مقيدا بسلاسل حديدية في يده وقدميها معصوب العينين مرتديا ملابس غير بالية أغلبها من مادة معدنية كالدروع ولكن الأغرب بشرته التي كانت ليس لأي ممياء سابقة لم تكن الرمادية المقززة المتأكلة بل كانت طبيعية كأنه كالشخص النائم اقترب منه مايكل ووضع يده على بشرته وجدها دافئة دفءا أثار الرعب في قلبه كيف يمتلك تلك الشفاة الشديدة الحمرى وضع مايكل يده على فم الممياء وإذ تنفتح عين الممياء وتتحرك حضقته ناحية مايكل مايكل يتراجع وهو يصرخ وهو يجهل أن يده صارت بأربعة أصابع لقد أكلت الممياء إحدى يديها صرخة مايكل كانت كافية ليبدأ أحد العمال بالصعود دون حتى أن يعطي لنفسه فرصة أن يعلم ماذا حدث أخذ الحبل وبدأ في الارتفاع ورمزي صرخ بذعر من أعلى ويقول الكتاب الكتاب يا مايكل الممياء بسرعة البرق تنهض من مكانها وتحمل أحد السيفين ثم يلتفت إلى مايكل ويقول كلمات غير مفهومة ويهوى بها عليه ليقسمه إلى نصفين وبدأ في قتل جميع العمال المتبقين بنفس الطريقة البشعة ثم جذب العامل الذي يحاول الصعود من قدميه إلى أسفل وابتسم له ثم وضع سيفه في معيدته وسحبه مجددا ثم طعنه مجددا وكأنه يتلذذ بقتله وصرخاته إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة رمزي ينظر من أعلى في حالة من الذهول مما يحدث فلعنة الفراعنة أمامه ابن بوران عاد للحياة جاء ليقتل ولكن يقتل من؟ ولماذا؟ لماذا هو عدواني بهذا الشكل؟ البردية قالت إن المقبرة بها ابن بوران والشيطان جسام أين جسام؟ أسئلة كثيرة لا إجابة لها الآن يجري بسرعة ينظر وراءه كثيرا ثم يصطدم بشيء أمامه إذ به ابن بوران أو الممياء أشكرك جذبه من رقبته ورفعه إلى أعلى ثم جذبه إليه وقال بالفرسية التي فهمها رمزي أشكرك ولكن يجب أن أقتلك رد رمزي بالفرسية أنا لم أفعل شيئا أنا فعلت كل ما أمرت به قال ابن بوران أعلم ولكنه الأفضل الأفضل للجميع حاول رمزي الحديث مجددا ولكن ابن بوران هشم عنقاه بيديه إلى أن صارت كالسائل بيده وسقط رمزي أرضا فاقدا الحياة آخر لمحات من حياته كانت ذكرياته مش قلت لك إن المقبرة موجودة آه ماتت وكانت بتقول كلام غريب زي ما يكون تحذير لازم نوقف الحفر أنا كل اللي همني كتاب الحارس التاسع أغمض رمزي عينيه وانطلق آخر زفير له نهد من مكانه وألقى نظرة أخيرة إلى الجسي ثم غط وجهها بالغطاء الأبيض وشرع في شرب كوب من الماء ولكنه أسقط الكوب على الأرض عندما سمع سرخات قادمة من الخارج جرى مسرعا إلى الخارج شاهد ابن بوران وهو يصحق رقبة رمزي بيده جرى بسرعة إلى سيارة المتواجدة أمام الخيمة وانطلق مسرعا مبتعدا عن الموقع بأكمله تركا كل شيء ثم ألقى نظرة جديدة من المرآة التي أمامه شاهد هند وهي تجري بسرعة خلف السيارة وهي تصرخ ولكنه تجاهلها عندما شاهد نصل سيف الفارسي يخترق جسدها فاستمر بالتحرك وزاد من سرعة سيارته نظر ابن بوران إلى سيارة وهو يجهل هذا الشيء المتحرك على أربع عجلات واكتفى بوجبة بشرية لذيذة ولكنه هذه المرة هبط على جثتها وبدأ في تناول أجزاء من جسدها وجمال ينظر لهذا المشهد وهو لا يفكر سوى بالهرب والنجاة بروحه يعد مراش ابن بوران أحد أفضل عشرة حراس للملك الملك يعقوب الرمياني حاكم بلاد فارس في هذه الحقبة التاريخية وعلى الأخص كان الملقب بالحارس التاسع كون تنظيما سريا في محاولة فاشلة منه للانقلاب على الحاكم ولكنه تم نفيه ورفض الكهنة تطبيق حكم الإعدام عليها باعتقادهم أنه على علاقة قوية بالشيطان ذاته وسينتقم الشيطان منهم إذا منحوا الملك هذا الإذن عاش بموراش في مصر قرابة الستة أشهر قبل أن يتلقى خبر نفيه من البلاد المصرية تم العثور على مقبرة ابن بوران عام 1999 في إحدى بقاع الصحراء الغربية وتم مقتل جميع طاقم العمل دون استثناء وأمرت الحكومة المصرية بعدم كشف سر المقتل أو البعث بالكامل حتى لا يحد الخبر من قطاع العاملين في المجال الأثري وتم غلق القضية عن كونها مفترسا من الحيوانات هاجم الطاقم وقتلهم جميعا وفي الأعوام الأخيرة ظهر عدد مماثل من الجرائم في محافظات مختلفة وتم التسطر على الجرائم وأشيع في الصعيد أنه يوجد حيوان يدعى السلعوة هو من يهاجم الأفراد ويحولهم أشلاء وهذه خرافة وللتأكد من صحة المعلومات اتبع في جوجل مراش ابن بوران أو أي كتاب يحمل التاريخ الفرسي صدر قبل عام 1999 ميلادياً بسبب الكتب الحديثة النشر تم حثف منها الأجزاء الخاصة بهذا الساحر لعنة الفراعنة تدك طاقم بحث في مجال الآثار بالكامل بي بي سي نيوز عام 2000 بعد لعنة توت عن خأمون الشهيرة قتل بالعشرات داخل موقع أثرية والحكومة المصرية تؤيد الجريمة ضد مجهول أراب نيوز ديسمبر عام 1999 قطيع من الذئاب تهاجم طاقم عمل في إحدى المواقع الأثرية ويفتك بأكثر من عشرين عاملاً جريدة الأهرام يناير عام 2000 المال يونيس أخطأ الكثير عندما ظن أن اللعنة انتهت وكما أخطأ الكثير عندما شك ولو للحظة أن هدف جسام الأوحد هو إعلان كفر ضحاياه إعلان الكفر لأي ضحية لجسام ما هو إلا بداية لطريق طويل وليس نهاية كما يعتقد البعض الكفر بالنسبة لجسام كجرعة الخمر الأولى بطعمها المر ولكنها تتيح لك المجال للتحرر من عقلك لتفعل ما كنت تخشاه تحت طائلة القيود والتقاليد الدينية الكفر هو الضربة القاضية التي تخلق منك إنساناً لا يمتلك شيئاً يخسره أكثر مما فعله فبالتأكيد لم يعد هناك ذنب أكبر من الكفر جسام كبحر الرمال ما إن خطوت بداخله غرقت لا تستطيع النجاة جسام هو رغبة الإنسان وشهواته التي طالما أرادها للأسف كثير من نجا من تواجد جسام معه فهب بصناعة جسامه الخاص ليغطو داخل الوحل برغبته المتناهية غير أن هناك العديد من هو بمثابة جسام لنفسه يهول انحضار داخل شلال من الكبائر غير المنتهي في محافظة الأسكندرية ومنطقة جاناكليس بالتحديد التي شهدت الوقاعة الغريبة السابقة ذكرها عن نور الدين والمصوص وابن بوران الذي سفك بدمائهم وجعل منهم أشلاء وأنقذ نور على عكس لقائهم الأسبق الذي شرع ابن بوران لقتل نور وأنقذه جسام أسئلة كثيرة بدون إجابات ولكن حان الوقت للإجابة على بعضها الجزء الأول من الروايات صفحة 133 يقف نور الدين بشرفة بيته يتأمل المرة أمام عينيه يسترجع ذكريات الماضي لا يعلم إن كانت مؤلمة أم سعيدة معرفته بجسام كانت جيدة أم لا فجسام صنع منه ذلك الصحفي المتألق الذي لمع اسمه في الأوينة الأخيرة وطالما تردد على ألسنة الجميع لفظ مطارد الظلام ولكنه أيضا جعله يصل بصديقه لحبل المشنقة يسحب نور نفسا من سجارته ويلفظه ببطء كالذي يطرد أفكاره مع دخانها فتتشكل أمامه سحابة صغيرة من كربون دخان سجارته يرمق بداخلها لبرهة قصيرة وجها مخيفا بأنياب طويلة تنظر له ساخرة يغمد عينيه ببطء حتى تتلاشى هلوسة عقله ويظل مغمد العينين وعقله حائر على السؤال الأقوى الذي ظل يؤرقه طوال الأشهر الماضية وأصبح لا يطاق عندما اقترب تنفيذ حكم الإعدام على صديقه بلال هل كان واجب الصداقة التسطر على جريمة صديقه أم أنه فعل الصواب عندما قام بالإيقاع به سؤال خدع نور الدين نفسه ليال طويلة بداخله حتى صدقه أخذ يخبئ الحقيقة بداخله حتى تلاشت حاول تبديل الحقائق قليلا حتى يغير محور تأنيب الضمير إلى محور أخف قليلا يقين نور الدين بأنه قام بإيقاع بلال لم يكن سوى للشهرة وتحقيق المكاسب من وراء هذا الصبق نور يعلم في قرينة نفسه إذا لم يكن سيحصل على مكسب من وراء القبض على صديقه لما كان سيبلغ عنه منذ أول لحظة يأخذ نور نفسا آخر من سجارته ولكنه أطول هذه المرة ثم يلفظه بعنف ليوقف عقله تماما عن التفكير ويفتح عينيه ملقيا بسجارته في الشارع ويتابع سقوطها حتى اصطدمت بالأرض وتناثرت الحبيبات الحمراء ولم تمر اللحظة حتى دهسها أحدهم تحت قدميها خطوات هادئة حركات ثابتة يتعالى صوتها مع كل خطوة تقترب من زنزانة بلال الذي ارتعشت يداه وطبلة أذنيه تتحسس الأصوات القادمة ناحيته قلبه ينطفد بقوة بداخل صدره يكاد ينفجر يسقط القلم المعدني الذي كان بيده ليختلط صوته بصوت الخطوات مسرعا أخذ القلم وأخذ يكتب آخر ورقة متبقية يكتب آخر صفحة في حياته آخر ملاحظاته المواجهة الأخيرة بينه وبين جسام ورفضه للسجود أمامه يدون ملاحظاته وينهي برسالة قصيرة لنور الذي يطلب منه ألا يتبع الشيطان جسام ثم يتوجه برسالة للجميع بتجنب أسهم الشيطان ويطلب منهم الابتعاد ويناجي ربه في آخر سطرين أن يسامحه عما بدر منها تجاه الأرواح الزاهقة بسببه وعلى يده وهو بأشد الندم عما بدر منها تنفتح الزنزانة وتتساقط دمعة من عين بلال معها يدخل ثلاثة رجال ينظر أحدهم إلى بلال بأسا ويشرع في قول شيء يقطعه بلال وهو يمسح دمعته بيده أنا جاهز ثم صمت قليلا وأردف مازحا تعرف إننا الوحيدة في الدنيا اللي عارف يكتب الخاتمة في مذكراته أظلم من الظالم نفسه هو من يساعد الظالم على ظلمه في التساعة مساء بمحافظة المنوفية بداخل المصحة النفسية المتواجدة في القرية المجاورة لقرية البيت الملعون تقف صهرى الملاك الذي فقد براءته مع كل ظلم تعرضت له الشمعة التي انطفأ نورها بظلم الجميع لها الجميع استغلها بدون رحمة أو شفقة بدأوا بانتهاك حرمة جسدها ثم الجهل ختم على قلوب أهلها وتسببوا في هروبها لتلجأ إلى البيت الملعون مأوى وتفضل مصادقة الجاني عن البشر ولكن بلال وجسام فعلوا بها ما فعلوا لتحاول الاحتماء بنور الذي لم يكن بداخل عقله حينها متسع لها ولم يفكر سوى بالشهرة والمجد وصوق بلال للإعدام تقيف صار أمام نافذة حجرتها وهي تتأمل شقوق البرق في السماء والرياح تضربها بقوة شديدة لا تشعر بها فقوة ضربات الدنيا والبشر لها قتل مشاعر عديدة بداخلها وأصبحت لا تحمل بداخلها سوى شعور واحد ألا وهو؟ الانتقام وفي منتصف الليل وعلى أعلى نقطة على هرم خوف الأكبر يقف ملثما كعادته ابن بوران يتكفن داخل ملابسه السوداء عار الذراعين ذات العضلات الضخمة الغليظة المشمة برمز غريب عائد من لغات ما قبل التاريخ يبرز مقبض سيفه على كتفه يغمض عينيه ثم يتخذ من يديه وضعا للدعاء ينطلق معه شقان لبرق في السماء بقوة وتتعالى أصوات الرعب وتتساقط الأمطار بعنف وقوة غير مسبوقة يرتفع ابن بوران عن قمة الهرم بضع سنتيمترات قليلة وينطلق من يديه شعاع ضوء أجبهان بالبرق يرتفعان إلى مال نهاية تنطفد معها حبيبات الرمال من حوله ليتلاشى بداخل الإعصار الترابي القوي الساعة الثانية بعد منتصف الليل يدخل جسام بصورة بشرية المقبرة السابقة ذكرها في الفصل الأول ويقف في منتصفها بالضبط ثم يلتف حول محوره مرتين متتاليتين ببطء يبحث بنظره عن شيء في المقبرة ولكنه لم يجده ثم يقع نظره على القطع المتناثرة من لعبة الشترانج يقترب منها ويمسك بقطعة الفارس ويتأملها بشدة وهي بيده ثم يغلق يده عليها بقوة شديدة وهو يضغط بأسنانه على شفته السفلى ثم يقول بعبارة فارسية قديمة سأقتل كيان موراش الساعة الخامسة صباحاً وفي حي الدقيب القاهرة يجلس الدكتور جمال على مكتبه يحملق أمام شاشة حاسوبه وهو يتصفح بعض المواقع الإلكترونية الطبية وينتقل بين المعلومات بتركيز شديد جداً ثم يتوقف ويسجل بعض المعلومات في الأوراق الموضوعة أمامه وينهض مصرعاً تجاه مكتبته الممتلئة على أشدها بمئات الكتب الطبية يمر بعينيه على أسماء الكتب حتى وصل إلى ما يريد يسحب الكتاب ويعود مجدداً إلى المكتب يفتح الفهرس ويذوب عقله داخل العنوين الكثيرة إلى أن يأخذه لرحلة قصيرة للماضي ريم تستخدم ريموتة الفاز وتبحر به عبر القنوات بملل شديد بجانبها جمال يكتب بسرعة على لوحة مفاتيح حاسوبه المحمول ألقت ريم ريموتة بجانبها ثم نظرت إلى جمال وقالت تعرف أني كنت مرتبطة قبل معرفك؟ توقفت جمال عن الكتابة مندهشاً مما يسمعه ثم التفتا ونظر إلى ريم بجد صمتت ريم تتذكر قليلاً بعد ذكريات الماضي ثم قالت وهي تضحك آه والله وضعت جمال حاسوبه بجانبه بعد أن توقف عن العمل وجذبه الاهتمام أكثر لمعرفة المزيد عن هذه الحقائق التي لم يسبق معرفتها من قبل وإيه لحصل؟ دعبت ريم أنفها وهي تقول بعدم اهتمام ما حصلش ناصيب؟ قال جمال مازحاً عند حق أطلقت زفيراً بصوت مرتفع ثم قالت بغضب مصطنع أنا غلطاناً بحكي مغامرة الزمن السحيق ضحك جمال وقال طيب يا مغامرة كملي مدت ريم فمها إلى الأمام وهي تقول مش حك يا حك استمر وضع فمها على هذه الحالة التي ليس لها تفسير فأمسك جمال بيدها وأخذ يغمض عينيه ويفتحها مرات متتالية متسارعة ويقول ساخراً أصل مش متخيل حد يعرفك ويرتوبت بيكي وبعدها هيسيبك جذبت يدها بعيداً وقالت مندفعة ده فاضل من عندي ربنا أن ما حصلش ناصيب ده احنا سبنا بعض قبل ما يتقدم لي بأسبوع أسبوع؟ ده كان مجنون إزاي؟ تصدق أنه كان بيقول لي أنه عنده عفريت اسمه حسام بيحقق له كل حاجة عاوزها وكان عاوز يعرفني عليه عادت جمال وأمسك حاسوبهم مجدداً وأشرع في الكتابة وقال ما جايز كان بيهزر معاك أمسكت بعضاً من الأوراق التي كانت بجانبه وبدأت تصنع الفهم وهي تنظر لما بداخلهم من تلاصم طبية معقدة والله ما كان بيهزر ده مقتنع بكده انتزع منها الأوراق حتى لا تخلطها فقد بذل مجهوداً كبيراً لإعادة ترتيبها وابتسمع ده كان شغال إيه؟ زابط نظر لها وقال ياه زابط لا ومش زابط عادي ده زابط أمن دولة يعني درسنا حالات مرضية شبه اللي بتحكي عنها دي ممكن تفسيره على إنه انفصام هروب من الواقع اختلاق على موازي يعيش فيه مع حسام ده حاجة من القبيل ده يعني بس دايماً المرضى دول بيرفضوا إقحام حد في العالم ده إزاي كان عاوز يعرفك عليه ضحي كاتريم بصوت مرتفع وقالت وهي تلعب في خصولات شعرها بعيداً عن إني مش فهم حاجة بس خد الكبيرة بقى توقف للمرة الثانية عن الكتابة وسألها وهو يحملق فيه شاشة الحاسوب هو لسه فيه كبير عن كده أخذت الحاسوب من على قدميه ثم أغلقته ووضعته جانباً وأجابت بلالة حكم علي بالإعدام بتهمة قتل إمام مسجد وتجارة سلاح بتتكلمي بجد أوه اللهي مش قلتلك مجنون ده مش مجنون ده عاوز دراسة نهضت ريم من على الأريكة واتجهت إلى غرفة نومها وهي تقول يلا ربنا خلصنا من مجنون وأعنف واحد أجن منه كلمات ظاهرها سخرية من ريم ولكن باطنها كان يحمل الكثير للجمال فقد كان بمثابة تصريح له بأن يتقدم على خطوته القادمة وهو لم يتأخر نهض مسرعاً يتحرك خلفها وهو يقول طب تعالي بأوانا هوريك الجنون تلاشت الذكرى وتبدلت بأخرى وهو مقيم داخل خياله لا يخرج منه مطلقاً مكتب الطبيب أسامة شاذلي عم جمال صاحب السبعة وخمسين عاماً جلس جمال على المكتب يرشف من فنجن قهوته وهو يتحرك بعينيه على أرجاء مكتب الدكتور أسامة الفخمة ومكتبته العريقة وأرضيته اللامعة وكرسيه الجلدي المريح ثم قطعه دخول أسامة من باب مكتبه وهو يحملق بداخل بضع أوراق باهتمام شديد وتجاهل مصفحة جمال وجلس على مكتبه يقلب في الأوراق ويقرأ وقد بدأت معالم وجهه بالكامل تتغير ثم نظر إلى جمال وقال جمالنا مش عارف أولك انقبض قلب جمال في تلك اللحظة بقوة وظل ناظراً إلى أسامة بصمت لا يريد أن يتعجله بالحديث حتى لا يسمع ما لا سيصره أبداً ولكن أسامة فعلها بالفعل وألقى بالقظيفة عليه ليحرقه به تماماً لكيميا بلع جمال رقه مرتين متتاليتين وهبطت حدقة عينيه تنظر لأسفل ثم رفعها مجدداً ناحية أسامة وهو في حالة ذهول ولكنه ما زال في حالة صمت مستمرة أنا آسف بس سدقني أن أتأكدت من نتيجة تحاليل الدم بنفسي عندها فعلاً كانسر استشعر جمال رعشة في أطراف أصابعه تملكها بقوة عندما قبض يديه كمحاولة يائسة لإعادة التحكم في الأمور وقال بخوف طيب هو في مرحلة مبكرة ولا لا وضع أسامة الورقة جانباً ثم أشعل سجارة وأسحب منها نفسين متتاليين وقال صعب أن يجابك على السؤال ده في الوقت الحالي أنت طبعاً دكتور وعارف دلوقتي هي هتفضل هنا الكاميوم الجايين علشان نعملها شوية اختبارات نشوف مدى انتشار المرض وبون أن عليها نحدد سوء المرحلة مبكرة ولا لا بس ممكن تقولي إيه الحاجات اللي كانت بتشتكي منها خلال الثلاث شهور اللي فاتت أي حاجة مهما كانت وضع جمال يده اليمنى على جبهته يحاول استرجاع تفاصيل الثلاثة شهور الماضية ثم أغمض عينيه وقال مش عارف ما كانش عندها حاجة تقريباً كانت أوقات بتحس بها مدان وإرهاق ومن ثلاث أسابيع كده حرارتها وصلت لاربعين وديتها حقنة براستيمول وبقت كويسة عليها حاجة تاني؟ تزداد رعشة يديه وأصبح لا يستقوى على قبضها مجدداً أمسك بمقبدي الكرسي بقوة ليهدئ من رعشتهما قليلاً وقال مش عارف ممكن فقدت وزني شوية الفترة اللي فاتت ولما ظهر عليها البؤى دي تحت الجلد جينا وعملنا فحص الدم طيب وموماً أنا هعمل لها بازل قطني وأشعة رانين علشان أعرف مدى تطور المرض وبعدها على طول هنبدأ في كرسي العلاج وعلى فكرة هي مستنياك جوة وشكلك دا مش هينفع خالص اندفع جمال بعصبية وازداد حديثه حدة إلى أسامة وقال دا صارتاً دم عاوزنا بأعادي ونعرف نفض الله في الدنيا أسابيع لم يختل ثبات أسامة لحظة وظل صامتاً قليلاً أظن أنك درست في الكولية دكتور أن أهم أسباب علاج السرطان هي الحالة النفسية للمريض ادخلها وخليها تعرف كل حاجة اصدمها وخليها تدخل في مرحلة انتكاسة وأظنك فاكر أن الانتكاس لمريض السرطان معنى إيه وبدل ما كان فضلها أسابيع زي ما أنت بتقول هيبقى فضلها أيام اعقل يا جمال واستهد بالله طيب وإيه اللي عمل دلوقتي؟ ادخل وقعد معاها عادي كلمها عن المستقبل علاقها بيه حبيبها في الحياة خليها تحارب المرض من غير ما تعرف أنه عندها وشيل من دماغك موضوع الأسابيع ده المفروض أنك مؤمن اللي جابه لها قدر يشيله منها بس المعجزات خلصت يا دكتور امشوف ميراتك وأوي إيمانك بربنا أكتر من كده بشوية عاد جمال للوقت الحاضر على صوت خطوات ريم الشديدة البطء وهي تستند إلى الحائط حتى وصلت إلى باب الغرفة المتواجد بها جمال ثم قال بصوت ممتزج بالألم مش كفايا كده النهاردة أمسك جمال الكتاب ثم ألقى به في المكتبة لازم يكون في حل اقتربت ريم من الكتاب الملقى على الأرض وأخذته بصعوبة ثم وضعته في مكانه بالمكتبة وقالت وحتى لو ما فيش ضرب جمال المكتبة بقبدة يده وهو يصرخ قائلا ما تقوليش ما فيش حلول ابتسمت ريم قليلا ثم قالت بمسح مصطنع أنا خايف من اللي انت عمل في نفسك ده تموت قبلي هدأت نبرة صوت جمال وهو يقول حدش هيموت متى إليش مش هسيبك تموتي اقتربت ريم من جمال حتى أصبحت أمامه مباشرة ووضعت يدها على خده وقالت سرطني الدم منهوش علي جايز يكون ليه بس ربنا لسه ما أردش إننا نوصله بس أنا هوصله كفاية إنك عارف إنك مش هتوصل حرم نضيع الأيام الباقية بالشكل ده خلينا نستمتع نخرج نتفسح لو عاوز تبسطني بجد خليك جنب الأيام اللي فضلة شعري بيقع أمسكها منذ رعيها بعنف غير إرادية هنشيل كله مش هنستنى القدر والأيام هي اللي تتحكم فينا النهاردة هاتي بي أجمل وحدة وانت من غير شهر نور الدين يمسح مقاله المقرار وارسله للجريدة بعد أن تم كتبته للمرة الخامسة يطفئ سجارته في الطفاية المتواجدة بجانبه ثم يغلق حاسوبه المحمول ويضع يداه على جبهته يحاول التركيز وإبعاد التشتت عنها يزيل يده من على وجهه وينظر أمامه يجده واقفا مبتسما في هيئته ويقول له جسام مش مركز لي رمق نور الجسام قليلا ثم أعاد فتح حاسوبه مجددا وقال دون أن ينظر له شعر فاكتب اقترب جسام من أحد الكرسيين الموضوعين أمام المكتب وجلس على أحدهما ووضع كلت قدميه على الكرسي الآخر وقال بسخرية مع أولى أمسك نور الدين سجارة وهب بإشعالها ثم ألقى الولاعة على مكتبه وقال في توطر مش قادرة أخيل اللحظة الآخر سنة صديق عمري التلؤت لو تجر سلاح أنا ما بقيتش أصق في حد أنا بقيت أشك في صوابع إيدي أنذل جسام قدميه من على الكرسي ثم اعتدل من موضعيته واتخذ وضع تركيز أكثر وقال الموضوع مش محتاج إنك تصق ولا ما تصقش أنا مش هسيب حدي أزيك وضع نور سجارته داخل الطفايا وتركها مشتعلة ثم قال طيب وبعد ما تمشي أنت أنا هعمل إيه أمسك جسام بضع ورقات متواجدة بجانب حاسوب نور الدين وقرأ العنوان بصوت مرتفع ليلة في عمارة رجد المسكون موسير إنت دخلتها أخذ نور الأوراق من يدي جسام وعاد إلى الكتابة لا عاد جسام وأخذ الأوراق مجددا من يدي نور الدين أمال رشف نور من فنجان قهوته ثم قال عندي قصدر ديني باكتب أي كلام صمت جسام لثوان قليل ثم قال وهو يحمل قف الأوراق طيب إيه تحليلاتك للعمارة دي من خلال خبرتك دي نور يزداد غضب نور وهو يعلم أن جسام قد أتى فقط لتعطيله عن الانتهاء من مقاله ما عرفش جسام بالثقة بعد أن ألقى الأوراق لنور ولي أقول لك اعتقد نور أن جسام بأي حال من الأحوال لن يتركه فأخذ بعض المعلومات الصادقة أو القريبة من الصدق سيكون الحل الأمثل لاستغلال وقت الحديث الضائع مع جسام باختصار انتلق جسام في السرد كمذيع الراديو الذي سبق له ورفضت عينه ألاف المرات كان يحكي بتعطش للحديث أرض العمارة والأراضي اللي جنبها لحد الديب مال تقريباً كانت ملك مستثمر مهم من المغرب وكان شريك لراجل أعمال من الكبار في مصر وبعدين كان المفترض اللي هيحصل أن يتم فتح شركة كبيرة قوي على الأراضي دي والأسباب ما اختلفوا لتنين والشراكة انتهت وبدأوا يبيعوا الأراضي لحد ما فضلت آخر حتة من الأرض دي وكانت هي مكان عمارة رجدي دلوقتي كان كل حتة أرض بتتباع الفلوس بتتقسم بين المصري والمغربي المغربي تصرف تصرف غريب شوية قال لرجل الأعمال المصري أنا هتنزلك عن الأرض اللي فضل دي كنوع من الود بعد الخلافات وعشان العروبة والوطن العربي والكلام اللي ما بيأكلش عيش ده نور قد بدأ يشعر بالملل أحاديث جسام لم تأتي بشيء مفاجئ كلام يشبه كثيرا ما كان يكتبه نور وما تم نشره على صفحات الإنترنت كامل يا جسام الصحر في غرب أفريقيا والجزائر والمغرب تحديدا في الفترة دي كانوا مشهورين بنوع معين من السحر الأسود اسمه المايلونيس وإذا نوع من السحر نادر جدا إن حد يعرف يتحكم فيه لأول مرة جسام قال كلمات جديدة ذات معنى قوية أخيرا انتزع نور كلمات مهمة من جسام اشتد انتباه نور لجسام وقال بسعوبة كلمني أكتر عن الماليو المايلونيس ببساطة جديدة جدا إنك بتقدم قرابين كتيرة من نوع خاص وتقص صعبة قوي عشان مارد محبوس من سجن الجان وتحطه تحت أمرك مش فهم حاجة بص أنا فهمك عقلياتك البشرية مش مقتنعة إن الجان عالم تاني لي قوانين وحريات وديمقراطيات وعالم زيكو بالظبط أو أحسن كمان عندنا سجون ومحاكمات وعدل عندنا أديان وكفر عندنا كل حاجة زيكو بالظبط آه يعني السحر بيحرر مسجون من الجان ويخليه تحت أمره بالظبط كده وده ليه مختلف عن تسخير أي جن تاني عادي وبرضو إعلاقة ده بالعمارة أصلا من ناحية إنه مختلف فهو مختلف جدا أي جن بتسخره ليك سيادة عليه بس بمزاجه يعني لو فكرت إنك تأذي ما تلومش إلا نفسك وقتها من اللي هيعمله فيك أما المسجون ده دايماً بيبقى خايف منك أحسن ترجعه السجن تاني كمان قدرة الساحر إنه يخترق السجن من سجون عالم الجن بتخوف أي جن منه بيبدأ الساحر ده يستغل الجن جداً لدرجة الاستعباد وقزية الناس وتعذبهم وحاجات من الشكل ده أصدك إن العمارة فيها جن مستعبد ومضطر يأذي الناس؟ الجن اللي جوه العمارة مكلف بطرد أي ساكن يدخلها طيب عن كلامك إن الموضوع ده قديم قوي يعني الساحر ده أصلاً زمانه مات بس سحر ممتش سحر المايلونيس ميش بينتهي بموت الساحر نور بعدم فهم؟ أمار أخذ جسام فنجان القهوة الموضوع أمام نور ورشف منه ثم قال لو الساحر مات بيفضل الجن يكرر آخر أمر مكلف به لو كان أمر غير منتهي زي موضوع العمارة أما إن كان أمر منتهي زي مثلاً لو كان الجن مكلف بأزية إنسان والإنسان دمات أو انتحر كده الجن يتحرر يعني سحر العمارة دي ينتهي بمجرد إن العمارة تتهد سمع نور الدين خطوات قادمة ناحية الغرفة همس بصوت منخفض في جسام بسانت جاية اختفي بسرعة فتحت بسانت باب الغرفة ونظرت إلى نور وقالت له وهي تحق عينيها هو أنت كنت بتكلم حد يا نور قال نور بلهجة متسريعة متوترة إيه؟ لا 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 يا بسانت أنا تمام طيب مش هتنام ولا إيه؟ لا هكتب بس المقالة المفروضة سلمه الصبح وهاجة نام كل دا لسه ما خلصتهش لا إيه؟ آآ خلاص قررت أخلصه طيب أعمل لك حاجة؟ لا شكراً قالت وهي راحلة إلى غرفتها بصوت متقطع تصبح لغير وانت من أهله؟ رحلت بسانت إلى غرفة نومها وظهر جسام مجدداً ليجد نور الدين غير ملتفت له نهائياً وعكف على حاسوبه يسجل معلومات المايلونيس ويبدأ في كتابة المقال المفضل عن العمارة الملعونة يبتسم جسام ثم يرحل في صمت ترجمة نانسي قنقر